بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه مقبل الرئيس الفرنسي فرنسو أولندا تسلم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد منويل فارس مهام منصبه الجديد من سلفه المستقيل جون ماركيغو عملية تسليم والتسلم جرت بعد ظهر ثلاثة في ماتينيون مقر رئيسة الحكومة الفرنسية بباريس وعقب توليه مهامه أعلن فارس أنه يريد موصلته وتكثيف العمل الضخم الذي أنجزه جون ماركيغو وقال فارس أن رئيس الجمهورية رسم خارطة الطريق لنذهب إلى أبعد وأسرع من قبل وذلك ردا على المطالبة بالعدلات الاجتماعية المعبر عنها بقوة خلال الانتخابات البلدية التي تكبد فيها الحزب الاشتراكي الحكم نكسة كبيرة ويعكف رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الآن على وضع اللمشات الأخيرة على تشكيلة حكومته التي حدد لها الرئيس مهمة صعبة تتمثل في التوفيق بين خفض العدز والذرائب أنا لا أعتقد أن هذه الرسالة واضحة التي أرسلها الناخبون اليساريون إلى أولندا إنهم يريدون العودة إلى يسار اليسار هذا هو من المقرر أن تعلن تشكيلة حكومة مانويل فلس قبل نعقاد مجلس الوزراء برئاسة أولندا غدا الأربعاء أو بعد غدا الخميسة ترجمة نانسي قنقر